عايز أرجع لي بيتسو موسماني بيتسو موسماني تصنفه مدرب ممتاز جيد مقبول ضعيف محظوظ تصنفه إزاي مع العالي؟ يعني أنت قلت أوصاف كتير لكن أنا بشوف أي مدرب بيشتغل في النادي الأهل هو مدرب محظوظ أصلا؟ طبعا في الأصل أنا معتبق معك أي اسم بشوف نتائج المدرب في الجوة النادي الأهل وبرر النادي الأهل يتلاقي اختلف تماما صحيح نادي الأهل أفضل منظومة رياضية موجودة في مصر وفي الشرق الأوسط أو أفضل مؤسسة رياضية موجودة في مصر وفي الشرق الأوسط ده واقع إحنا مؤمنين به والحاجة التانية لو فيه أفضل إحنا هنبص عليه وهنشوف أنا دايما بقولي حتى في الأندياء اللي أنا اشتغلت فيها غير الأهل بص على المنظومة النكحة أو المؤسسة النكحة في أي مجال بقى وتعلم منها أو ناخد منها إحنا بنروح نعمل معاشات برة مع الأندياء الكبيرة عشان نتعلم منهم أحدث حاجة وأفضل حاجة ففي مصر إنت عندك مؤسسة كبيرة جدا النتاج بتقول كده الأرقام بتقول كده النجاحات المستمرة بتقول كده فأي مدير فني مدير كورة العيب هيكون موجود هو المستفيد بشكل كبير جدا الحاجة التانية النادي الهي بيوفر لك كل عناصر النجاح في حاجات بتحصل برة وتحصلش في النادي الأهلي يعني برة ممكن رؤوسات الأندياء تدخله في كل حاجة ممكن المدرب بيجي بيأكل عيش عايز يشتغل وخلاص لعيب ما يختراش هو فالإدارة بتأمله هو يلا عايزين نشتغل نشتغل على فترة معانا نقبض يعني ده بيحصل كتير في لعيبة بتحس إنها موظفين إحنا موجودين وخلاص جوه النادي الهي لما فيش الكلام ده الرئيس نادي قيمة كبيرة أسطورة كبيرة زكت نحمود الخطيب لعب كورة فهم يعني إيه تدي المدير الفن الصلاحيات توفر مدير الفن عناصر النجاح أفضل لعيبة لعيبة عارفة شغلها عارفة أن علاها ضغط جماهير وعارفة أن عليها مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير فعايزة بتكسب بشكل مستمر عندك النواحة الإدارية للمسؤولين الإداريين يحاولوا يوفروا كل صوبة للنجاح فأنت اشتغل بس إنت وانجح وعمل اللي عليك هتلادينا مشاكلات ترجمة نانسي قنقر